عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير جزيرة الوراق بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على تنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق التي تستهدف الارتقاء بهذه المنطقة الواعدة والاستفادة من الموقع الفريد بما يحقق تحسين جودة الحياة وتنفيذ مشروعات تنموية وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول الموقف الراهن لتنفيذ خطة تطوير الجزيرة التي تتضمن في المرحلة العجلة تنفيذ 94 برجاً سكنياً تضم أكثر من 4000 وحدة سكنية إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة ومراكز الشباب ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية كذلك تم استعراض موقف التعوضات المختلفة لأهالي الجزيرة التي تضمنت وحدات بمدينتي العبور وحدائق اكتوبر والتي يتم تأثثها مجاناً